شدد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي على ضرورة تحقيق وقف فوري شامل ودائم لإطلاق نار في قطاع غزة ولبنان وتجنيب البنطقة الانزلاقة إلى حرب إقليمية واحتواء هذا التصعيد الخطير جاء ذلك خلال استقباله لوكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية جون باس على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك واخلال اللقاء تم التباحث حول التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلية على لبنان واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني كما تطرقت النقاشات إلى التطورات في السومال حيث أوضح وزير الخارجية موقف مصر الثابت من احترام سيادة السومال كما تناول اللقاء قضية الأمن الملئي والسد الإثيوبي حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية هذه القضية بالنسبة لمصر كونها قضية وجودية تتعلق بشكل مباشر بالأمن القومي المصري لا يمكن التهاون بشأنها وأكد وزير الخارجية رفض أي ممارسات وحدية تضر بمصالح دولتي المصبة وتخالف القواعد الدولية المستقرة في حوكمة المياه العابرة للحدود اشتركوا في القناة